اشتركوا في القناة ونقدر نحن بدماغنا ننشر مواد محفزة مع خليل حبشي معالج نفسي أهلا وسهلا فيك فجأت وقت قلتلي عن هالموضوع خليل قلتلك أنه أكيد بس أنه يعني فينا نتخلى يمكن عن الكحول فينا نتخلى عن هيك أمور بس قدي نحن فينا ننتج يعني هيك مواد أنت فيك تنتجي أكتر من الكحول وأكتر من أدوية العصاب إذا بدك ناخد تشبيه بالطبيعة هلأ في شيء اسمه أورغانيك في شيء اسمه أدوية العصاب هي الفيرتليزر بس هي الأرض فيها بيقدروا يطلعوا لها بس بس تتعطل هالميكانيزم بتصير نفس الشيء دماغ هلأ لنحط فيديو كتير صغير بس قبل بدنا نقول أنه الدماغ ما في شيء بالدماغ غير نيورونز بيسموه يعني عندهم قابلية يغيروا تبعا وهلأ الفيديو بأول واحد يحكوا عنهم كتير حتى بالتربية بعالم التربية والتعليم أدوية الدماغ هالخلايا الأعصابية اللي بالدماغ بتقدر هيك تتكبر وتطور وتتعبب وتخزن بعض أكتر يمكن عم نحكي عن هيدا الموضوع اليوم هلأ الستاديز بتقول أنه دماغي كل يوم بيعمل عشر تلاف نيورون جديد بس إذا ما بتستعمليون يعني زي ما بتكون نكتت بيصيروا بلا طعمي فهيدي حتى العمر منه relevant يعني على السبعين ثمانين بيضال فيك أنت تطور دماغيك وتكبري بهالمعنى مية بالمية رح نشوف نحنا الفيديو اللي نقدر نعلق عليه سوا ونفهم أكتر عن شو عم نحكي بخلايا الدماغ وبالنيرو ساينس اللي هي اليوم كمان على الموضة وبمبدأ التعليم يلي بيقول كل إنسان قابل للتعلم لآخر لحظة من حياته ما في عمر وما في أي فئة عمرية ولا أي شيء بس هوني عم نحكي عن أمور تقدر تخلينا عن جد نكون هكي عندنا هاللفل من الفرح أو هاللفل من السلام بيظل أو بالرغم من كل الظروف يلي نحن عايشين نحن اليوم عايشين بجو صعب صحيح هي أول نقطة ألتية حتى فينا ناخد نشوف تلميز يسوع بس نقيمهم 12 واحد بتلاحظة أنه كان في منهم صغار بالعمر وسط وكبار متعلمين ومش متعلمين أغنية وفقرة طي وصلنا هذه الفكرة إذا عندك إرادة وعندك تكنيك معين اللي هو علمونيه بتأدري حيالة بيولوجيكة عندك إيها خلينا نشوف الفيديو صار جهز حيالة بيولوجيكة 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 كلمة عيدة كلمة تقوى يعني مثلا تبري هلأ أنا وإياك عم نجي بصيرت الإنترنت أنت قلتي لي الإنترنت بشعب لبنان صار فيه كونكشن بدماغي إذا عدنا 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 إخشي بتصير ناتور كتير كبير هذا البراينواش إيه حتى الساينس هلأ شو بيقول إذا ساعة بتظلك عم تعملي نفس الشغلة بيدوب له عدد نيورونز يعني إذا كان عندي 200 دوري بصيره 400 فإذا كانت إيباد هبت يعني تنجع قصة الإنترنت إذا تضلت عيدة 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 أنا بصير إخشي إذا حدا قال إنترنت قدامي بنرفز أو بعصب أو بزعر أو خلاص بحس بشعور سلبي مش نهيك العالم بيقولولك إيجت الفكرة لحاله هي ما في شي بيجي لحاله هي في فكرة أنت فوتتها زرعتها صرت تصقية 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 تأخر شي صارت عندها شلوش بتحسي أنه هي إيجت لحاله مثل بس تكوني عم بتسوقي أنت بتحسي مش بتحسي أغلبية الطريق ما بتعرف شو عم تعملي هو فعليا أنت لأنه تعلمت السواء أو تمرنتي مرة واثنينة وثلاثة أربعة سالة عنديك نتورك أوتنوم بتمشي لحاله بتخليك تقدري تسوقي وتفكري بشي تاني يعني هيدا تقنية التعليم تماما والتكرار يعني نحنا كيف منعلم لوليد كيف منرجع منمرنهم منعطي إجرسيسات بالبيت هلأ هيك لا يفهمونا شوية أكتر الشباب والصبايا أنه هن ليه بيضطروا يعملوا هالأدي التمارين بالبيت لحتى يكون فيه التكرار ويرسخ هالفكرة براسهم من دون أي مجهود معناتها نحنا الأمور السلبية كمانا فينا نلغيع بهالطريقة هاي بيه الفكرة هون الريوائرين إذا بتلاحظي عايمين الشاشة كان فيه إذا بيعدوها يمكن أوكي فيه نيورونز كنكتد لبعضهم عم بتفك من واحد وعم ترجع تربط بالتاني وهي دي ريل تايم يعني بتصير بها السرعة يعني هل أدل قدرتك على تغيير دماغك ممكن تكون سريعة إذا عندك إنف إيرادة هلأ هي الهابط مش إنه النتورك واحدة هي بتكون بلاية وزرق بس إنه بيتغيروا وأدى الإيموشون كبيرة أدى بيصير الريوائرين أسرع هلت أعطيكي مثل شو الفرق بين التراوما والسترس استرس شغلة عم تنعاد يعني أنا عم بإنجزك إنجزك إنجزك إخشيه بعد مئة ألف وحدة أنت بتفرطي التراوما حدث بيصير مرة واحد بس الإيموشون اللي بتجي معه يعني مثل إنفجار بيروت قد ما بتكوني كبيري الإيموشون ضغري بتغير النتورك إنستنتلي نعم فمشان هيكي بالتعليم أو أنت بس بتغيري هابط معينة قد تقدري تقنكت نيو أو إنتنسيتي عالي من الإيموشون على نيو هابط اللي بدك تتعلميها قد تصير البروست أسرع نحنا بدنا نكينا نركيز على نحنا شو بدنا اليوم نحنا خليل حاليا بما أنه ذكرت تفجير بيروت عادة عن تفجير بيروت في هيداكة سترس التاني المتراكم بين الأزمة الاقتصادية بين الهجرة اليوم حاليا بين هالحصار على المواد اللي عم تنقطع والأدوية عم تنقطع ونحنا بنعرف اليوم بالإحصاءات نسبة الانتحار عم تزيد نسبة التعاطي والمخدرات عم تزيد الكحول وغيره وغيره النيكوتين وكل شيء وأيضا أدوية الأعصاب نحنا اليوم نتوجه للناس هالناس اللي عن جد اليوم ما بقى عندهم ملجأ إلا أنه يمكن يشربوا كيس يدخلوا سيجارة يأخذوا حب الدواء لا ينسوا شوف يون يعمل هالأول تكنيك اللي هذه المرة ما رأناها سريعا اسمها التصور التخيل هوني ضروري كل إنسان يرجع يستعيد أهدافه إذا كان عنده إياها وإذا ما عنده يخلق هدف لأنه الهدف هو بيعمل استيميليشن للنيورونز وهالنيورونز هن اللي بيخلقوا الدوبامين والسيروتونين اللي نحنا عادة بدنا نروع على أدوية العصاب تنجيبه هوني في نقطة كتير مهمة كمان عصيرة التربية أنه الأهل اللي عندهم تندنسي عطول يوردوا أهدافهم لأولادهم وهذا خطأ استراتيجي الهدف بدي يكون أنت نسجتي ومحيكتي أنت لأنه مهمة كبير يعني يمكن أنا بيك يبدو يعمل الشامبيون بالسكي أنا ما بيلي لا بتتلج وبشي تاني بدي أعمل خيخيات هل أدي ضروري لأهل لشجع أولادهم كل واحد يكون عنده هدفه الخاص هلأ هوني بدنا نحكي عن كم شغل ينتبهو له هيدا بدنا نعمل لحلقة تانية لكين كيف نقدر نساعد أولادنا لو يلاقوا أهدافهم حقيقة ضروري لأنها بتشوفيها بكل أغلبية العيال بيورطوه الهدف وبيصيرو زي البوشنج هم تدويت والولد مالجليدي وقرفين من الشغل اللي بدون أهله فيها وهي دي كلها سروب روجيكشن يعني إذا أنا مثلا تبري كان عندي حلم أنه سوق طيارة بفكر ابني عباله يسوق الطيارة وهو يمكن يكون بعيد عن هالشي فأول شي تستعمل أكتر عدد من نيورنز اللي شفناه هون بديك تستعمل لأنه نحنا بالدماغ في مناطق كل منطقة محددة لحيسة معينة إذا أنت هلأ لتساي بديك تمشي على الريد كاربت بيكان وفي فسطان كتير بتحبيه وفيك تشوفيه وبلشت أنت هلأ أتغمض عيونك وتشوفي حالك لابس الفسطان هيدا الفيجويل الأوديو يمكن عم تسمعي العالم لا أعرف أنت بتحطي لبديكه البارتنر يعني كل ما تستعمل حيسة من حواسي كل ما تزيد أبتغزل فيه يعني أصدق صح فكل ما تستعمل حيسة كل ما يكتروا عدد الدوبامين اللي عم بتولديهم وخصوصي إن شاء الله يكون نيكولاجو بران عم بيحضرني لأنه فيه فسطان هيك منعيشنا عليه بالكولكشن تحيي لأله فكمان فيه الموتر يعني فيه منطقة بدماغ خاصة بالحركة هيدا إذا بتفوتيه على الفيجيولايزيشن تبعيك صرتها تستعمل أكبر عدد ممكن من النيورون هلأ تتشوفي أداشا إفكتف في دكتور جودي سبانزل في كتاب اسمه يو أرزي بلاسيبو بالشابتر ناين حاطي ثلاثة أربع كيسز عالم شفية حالة من أمراض مستعصية وجيب دكتور فانن رفيقه حطه يجيه على دماغي اللي عم يعملوا هالتكنيك الوركشوب تبعه فبيفرجوك يحطين أساسا دماغ كيف برجع كله انترليتت وكيف كله مشارقات وشفاءات جسدية بتصير وكل واحد اللي بس يجربه أساسا لحيحس بإيمتها هلأ أول مرة يمكن ما يحس أنه كتير شيل تزير من البير لأنه بعده عم يخترع نيو كونكشنز هلأ وزر بتشين اللي كنت عم تقولي عنه أبل بتكتر هاي دي النتورك لدرجة بس يقدر يعملها ضغري يتخطط المرحلة أو الواضع اللي هو فيه أو الحاجة أو الضعف أو أي شيء تاني مرة حكيت أنا وياكي قديما عن إكسبرينس اسمه مشمالو إكسبرينس عملها دكتر بجامعة ستانفرد عن الولاد أعطاهن مشمالو ويقلو لك هلأ أنا رايح وريد أرجع إذا بليك ما أكلتا بدي أعطيك اثنين الولاد في نسبة قليلة قدروا ما يأكلوا هال فطر هو اللي بس رقبهم على خمسة عشر سنة مشمالو خمسة عشر سنة لقى أنه كلهم جيبوا 210 علامة أكتر من رفقاتهم للبقية وحبي حياتهم لاتر طلعوا كلهم سكساسفل بس لاش تتقدري أنت تخيلوا بعضين شو بدوا يصير بديك تذكر حالك الهدف أساسا الأديان النقطة المركزية تبعها والإديسين كيف يصيروا إديسين لأنه بيصلوا شو يعني الصالة عم بيعيدوا كل يوم هايدي النتورك اللي هني اخترعوها مش اخترعوها هني علموا نيها هالإليه تبعون بس هني رسموها يعني مثلا تبري يسوع صار عندهم صورة ليا يسوع بس يقول أبانا الذي في السماوات بيبلش يتخيل السماء شو فيها السماء فيها مرشاربل نحن 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 نشاربل كل هالخبار فبدأ كثير رببتشن أكيد لأن الديسين ما بيصيروا بفرد مرة صلاة ونحن نفس الشي هون عم نشوف قد يزيدوا هون هايدي تاني التكنيك هلأ اللي هنجي عليا الاسمها ميندفلنس هايدي أدي هول المناطق اللي مبين بالكحلة أو الأزرق هولي اللي يتطوروا أو كتروا عدد نيورنس فيهم من وراء ثمانة جماعي يعني شهرين عم يعملوا كل يوم ساعتين ميندفلنس هكي هلأ منفوت بالتكنيك بس نشوف شو بتفيد يمكن ما رح نلحق نعملها اليوم بعد عنا نحن دقيقة بنكمل يمكن أول بارت ومنتابع بعدين بالميندفلنس بس تجاري بجاوب على سؤالك قبل سألت أنه نحن بوضع جدا زفت وكيف فيه الإنسان يحصن حاله هالوضع الزفت عم بفوت على دماغي من وراء السنسل يعني إذا أنا عم بحضر أخبار أو قاعد مع جارتنا اللي بتدقها الربابي كل النهار أنا عم فوت هالدات على دماغي ففيني أنا أخذ فعل إرادة وقولي خي أنا عندي كل يوم بين العشرة والنص ساعة هل هو دكتور جودي سبنزا 45 دقيقة للوركشوب طبعا يعني تتشوفي إفاقات سكتير طيب بعد عن كل هول التأثيرات السلبية وأكتر من هكي بس تولد الدوبامين أنت طرحت فكتين حلوين أنه التنصير مبسوطين ومشجعين أنت إذا معك دوبامين مثل السيارة المعها بنزين يعني إذا أنت معك سيارة 12 سيلندر وفيها 3000 أرباق والبديك إيه وما فيها بنزين تسوى فرنجان الإنسان نفس الشي إذا معه أحلى دماغ وأحلى معلومات وبعيش بأحلى عائلة وما معه إنرجياته اللي هن الدوبامين ما في قوم عن الصوفة على قد القصة بهذه التكنيك بتولد دوباميناتك يعني أنت فولت سيارتك فيك تروح أنا أقعد أتخيل أنا أهدافي أتخيل بكرة الحلو أتخيل أتخيل في نقطة كتير مركزية بدك تتخيل الأند برودكت يعني هلأ أنت بتغمض عيونك وبتشوفي حالك لابس الفستان لأنه الدماغ ما بيعرف إذا عم بتصير الحدث ولا ما عم بتصير مرة كنت أنا وياكي شو الزفطين مرة أنا هيكت هنا مثل الحامضة إذا واحد بيغمض عيونه وبتخيل الحامضة كيف بيزر والسريف صح لأنه الدماغ ما بيعرف إذا صارت ولا ما صارت بيعيش النتيجة تبعها لكن أول نقطة الاند برودكت ورح نوقف عندها اليوم بس واحدة صغيرة سريعا أنه ما نخلي الهاو تجي لأنه الرياليتي لح تجي تنزلك من الحلم تبعها ما نقول كيف لح تصير منتركها لوقتها يعني أو رح تصير ورح تصير خلص يعني شو ما كانت الطريقة بدك تأمن فيها بدك تشوفي حالك هونيك تستثمر أو تستخرج الزبدي يعني ما نقعد نفوت بالتفاصيل إنه شو رح يصير وكيف بدي أعملها وإذا رح أقدر ولا رح ما رح أقدر بدنا نتابع هيدا الموضوع نتابع يمكن كل نقطة بدأ حلقة بفتكر خليل بدأ أختم معك اليوم إن شاء الله نقدرنا نعطي شوية دوبامين لمشاهدينا لها الويك أنت خليل حبشي أهلا وسهلا فيك بون ويك أنت لكل شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة